نفس القصة الاشيراك الاشيراك حسبها هو ديكس سيرفر ولكن هين سنتفرجوا هنا في ماذا تطبيق؟ هل ترى بوب بلاير او بوب بلاير او سمارت اي بي تيفي او سمارت ارز؟ هل تطبيق بوب بلاير جيد؟ سوف انا نهضر لكم على الهدار لماذا نتكلم عن النار؟ تيفي ميت؟ لماذا هضرت؟ سوف انا نهضر على كوتي اندرويد في جانب الاندرويد تيفي فتشغيل الشيوخ والأي بي تيفي اللي خصوصكم تعرفوا بأن انا سوف نقول لكم اذا سوف نهضر بالمعاني بالمعاني ليه نفترض؟ ليه نفترض بأن الاشتراك للشيوخ هم الواعي اشتراك للشيوخ شي واحد جديد يكون طلع معانا هنا خلاي في اليوم مقتول لا اعرف كيف تشاهدون الاشتراك للشيوخ لماذا هو؟ نحسب بأن اوكلة معينة مثلا كوسكوس كوسكوس مثلا كوسكوس مغربي فهو يعني نوع من الشيوخ يعني نوع من الاشتراكات نقول هذا كله كوسكوس اذا ها هو عندي كأوكلة فسواء نزلت في واحد الإناء كليت في واحد الإناء من القصدير او الإناء من الفخار او إناء من الخشب يعني في ما عملناه فالأوكلة ستبقى هي هي طالما كوسكوس وجدته لك الجدة ديالك والأم ديالك والزوجة ديالك يعني غيكون دائما ذيك البنة دياله عارفها أنت يعني ذيك الأوكلة كليتها في هذا التبصيل هذا ولا في هذا القدر هذا ما إحنا غير غير غيرنا طريقة العرض دياله والأكل دياله فين نزلناه ولا كلينا في هذا الحجرة هادي ولا هادي يعني طالما هي نفس الأوكلة اليوم عملناها هنا عملناها هنا ماشي مشكلة نفس القصة ديالي الشيرك الشيرك حسبوها هو ذيك السيرفر ولكن فين غادي نتفرجوا هنا في شمال تطبيق عملتو فوقببلاير ولا إي بوبلاير ولا في سمارت اي بي تي في أو سمارترز ولا تي في ميت ولا هذا شمه اللي يختلف طريقة العرض دياله وفي غادي ماتتفرجوا هنا ولكن اللي يهمني هو النوعية ذي لدك السيرفر هذا السيرفر سيكون يعني أكلة جيدة أكلة لديدة مثلا يعني سيرفر جيد أما فين غادي نعمله هذا يبقى انا فين سنبغي ناكل هذا السيرفر وصل لكم لمعنى نفس الشي بالنسبة لها التطبيقات هادو هاد التطبيقات الاخوان مؤخرا تطبيق واحد فيه مشاكل بعد جوش التطبيقات نقول لكم من هنا التطبيق بعد ديال سمارترس نعطيه هنا التنقيد ديالو هادو 3 على 10 4 على 10 3 اربعة ما ما نزيدوه شي كتر انا ما كيعجبنيش وخزع مع عشاق وكتير ما بقاش يتحمل عدد كبير ديال القناوات التطبيق و هاد سمارترس كم بعض الاشتراكات ما يشغلهم لك هوا المشكلة يعني الاشتراكات اللي قد عملوا في عدد هو ما يقدم لك ذاك الاشتراك خاص الهوست يكون مضبوط بيان اتويدية التطبيق الاحمر القديم ما قلتوا عليه سمارت اي بي تي في هاداك اللي باللون الاحمر موجود في السامسونج والالجي هاداك التطبيق اللي حدفة من البلاي ستور وحدفة من سامسونج هاداك التطبيق لم يعود يتم تحديده من الشريك ما بقاوش يديروا له ميزاجور المطورين ديالو يعلم الله في نوما صافي سالينة ولا مشاو خدامين على شيء مشروع هاداك سيفيني يعني اللي عنده ذاك سمارت اي بي تي في انا شاملو حكي قولي كي سيفيني محمد عندي كنطلبو يعمل تطبيق اخر هاداك ما كنديروش فيه الاشتراكات اللي عنده اراه غير غادي إلا انت هاد بقام كرفس ده بعادة ديال اخوة ما راح تسيد من ايطاليا سي محمد هاداك يمشي ليه كل كنت تبني في حال انتازع ما عندك سيرفر ما ما خدام شو الله هو المشكلة من ذاك التطبيق ما ذاك التطبيق الصباح تشعله باي كيف يمسح لك البلايليست ما يتحملش قنوات كثيرة كاتجينتك تنقص العدد ديال الباقات ما يخدم معه واحد النار كي يصبح لك خاوي ما يقول لك ما كينش تلقى البلايليست دونك زير اي فيدي سمارت اي بي تي في فيني بشا شحال هاتي اللي عنده غينساه غدير فيه الحال باش يخدم معك ما يقولك ما خدمش شغل لكن العيوب دياله شنا هي الباقات ما غايتحملش عادد خاصوا واحد ميتين قانات ثلاثمية بزف الافلام ما كي عرض لكش الافلام بالصوار و والريفيو دياله والذيك الملخص دياله وموالو المسلسلة كي عرضهم لك ما يمروا روينا هادك مصالح ما بقاش كان في واحد الوقت صحفة دمما ما بقاش التطبيق الثاني اللي كي يجيني شوية هادك ربعة عشر خدام سمارترس ما بيش ما بيش هاده ما كي هدركوا على ليش حاجة لي مشهورة ولي كلكم يعني كتخدموا بها وكتبغت نزلوا ونجينا هادك التطبيق اللي هدرت عليه أنا في الفيديو المعلوم اللي شرحت فيه واحد بغيت نعمله هذاك الفيديو عملتوا ما شاء الله ما شكرا على البارتاج ديلكم بزاف نستفدو منه ما قدرت على التقطيع عامة في الاي بي تي هادك 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 هاده التطبيق اللي فيه المشاكل ده بحاليا هو هو إيبوبلاير هاد إيبوبلاير يعجبني بزاف التطبيق سامبل ساليس واعر من أرواع التطبيقات صراحة يعني لكن اللعب دياله هو هذا اللعب دياله انه كتكون شاري انت لان هذا التطبيق هذا خاصك تشريه 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 إما عام ولا تشريه تقريبا شي مية درهام إيكارك فانت لفعالت هذا التطبيق لازم عليه يعني يبقى عندك في التلفزيون ديالك سواء شارعت مدى الحياة ولا السنة يعني الماك آدرس هذه اللي انت مشيتي شريتي بها التطبيق صدقة مفعالة مع التلفزيون لمدة سنة أو مدى الحياة الإشكالي اللي كتوقع بأنه بعض المرات إما انت تتفعل التلفزيون أو تعيد تشغيل التطبيق يعني تحدفه وتنزيله في البوكس ديالك وفي التلفزيون كي تبدل له الماك آدرس يتغير لوحده وتفقد التفعيل ذيك الماك حتى التواصل معاهم ما كيعطوكش حل أنا هضرت معاهم قال لك ما عندناش الحل كل المتابعين قل تعالوا هكا كل الناس اللي للزبناء ديالك ما يحذفوش التطبيق حنا ما كنا نظروش حنا ما نحذفوش هستيدي ولكن بعد المرات يتيم تفعيل تحت يتحذفوه بطريقة لوحده ولهو كيغير راسه الماك آدرس بواحده كي تبدل شي انا وقعت لي وحاضر عليها ويأتي واحد يقول لله هو لك الجهاز كيغير الماك الماك ديال الجهاز ما كي تبدلش الماك ديال الجهاز ما كيتبدلش الماك يبقى يقدر يتبدل من الواي فاي إن الكارت ريزو من كارت الشبكة للواي فاي يعني كين عندنا ماك آدرس ديال الواي فاي ومك ادريس هذا الشبكة فالذي يوقع هو هذا التطبيق ردوا منه البال ما قلنا نقول ما يعملون بشكل ممتاز ولكن عملوا في البالكم هذه القضية أنا كتسبب لي مشاكل علش لأنك بعد اخوان تتحذف لهم التطبيق وتبدل مك ويكون شارعه وما احنا شارعينه وغسلت تشريه لهم من جديد فما لنا وما هذو كل الناس ما فهمين شهد الشيء هذا وعنهم خطأ هو خطأ برماجي في البرماجيات بوب بلاير مزيان هو من نفس المطورين هذو المطورين عندهم شي عشرة تطبيقات ومميصريين بوب بلاير حاليا ما ما جتليش عليه شي فيدباك موفيز فيدباك يعني حاليا هو خطأ كين ببلاير كين بزاف بيرجينيا عندهم شي عشرة ولا تناش ذيك إيبوب بلاير برو هذك ما عنده علاقة بالإيبوب بلاير هذك إيبوب بلاير برو هذك برازيليين هذك شي واحد سغل الوضع ركبة على الموجة كما هذو المؤثيرين دياله صوروني مع الزلزال صوروني في حال هذو وهذا نفس الشي إيبوب بلاير كان شهور تطبيق عمل المطع دياله تشر هكذا جاء واحد دار إيبوب بلاير برو طلعوا تهو في بلاي ستور وهذا منافس وكي يستفد من النجاح ديال الآخر شلي كين جاءوا حاجة قلت لكم أفضل تطبيق اللي هدرت عليه اللي ممكن تشوفوه وتفرجوه فيه مزين هو تي في ميت تي في ميت ما gt وا bil جميل جدا خصوصا والي عندهم Johann 보 هذا تقدر إذا عندك Android TV وعند ambient box وعند med fire stick كيف يمكنك تشريه مباشرة مثل بلاي ستور تدخلك تشريه 8 ديالو 8 ديالو 8 ديالو نجربوه نجربوه هنا اكتفي ميت اللي جميل فيه بأنكم تديروه في خمسة ديال الاجهيزة نفس التطبيق في خمسة ديال الاجهيزة اوضوها ونعمل معكم يعني نعملوه أنا في التلفازة وعندي هنا نعملوه هنا نعملوه في البوكس وفي التلفزيون البوكس الاخرى غير انه اندرويد انا غير نهضر لكم لتطبيقة سمارت نشوفوا هنا تيفي ميت غير نعطيكم الثمان ديالو جوج تفعيلات عنده جوج وعندنا البلايسكور وعندنا البلايسكور اتبحت على تيفي ميت تجي هنا انا مشهور تكسبو تيفي هكذا ها هو وهذا التطبيق تيفي ميت انستال المطور هو ERM بوست ولكن حاليا هم مقيمون في دبي كانت دونت الشركة تقيم 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 3.9 ولكن ضعيف جدا ولكن على 970 اه اه انا انا اغلبية نحل نحل يجب على هذا الشكل نحن نرى نرى التامن تيفي مات تيفي مات سيتين انا ملو اونلو بريميوم ناكس مائ سبسكريبشن مائة وخمسة وعشرين درهم مائة وخمسة وعشرين درهم عام اوكي وانتايم بايمنت يعني غتشلي مدى الحياة وانتايم مدينة اقوى مدينة 375 اوكي premi هان لنفتار ياخذ النافتار وم امجلة حيسابية سوداء ظن درويد بوكس zaczy أنتأمجته او اندرويد فهو سيدين عمله هو نخلص 125 درهام في العام زيان والتطبيق رائع زوين جميل جدا كان نصحكم به بوبلاير مزيان حاليا ما عليه شي شي كاية وهو نفس المطورين ديال إيبوبلاير وفيرجينيا وزيد 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 عادات كبيرة حاليا يقدر لكم ذلك المشكلة ديالها سيكون من نفس الفكرة من نفسه سيكون نفسه نظام ديال التشغيل نفس الكود سورس سيكون مكتوبين يعني التطبيقات مغير لهم غير الانترفاس والطريقات العارض أما ستجد الكود سورس يعني نفس المبارمج دارهم مغير غير الأسماء فالخطاء اللي كي وقع في البوبلاير في البوبلاير جاري به العمل يوقع في البوبلاير وفي عدد منهم التطبيقات اللي ما كينفقدوش التفعيل بحل هذا كيمشي بالإيميل هذا هينفو كتل الإيميل ديالك سوف يكون مفاعل بريميوم هذا كتكون مثلا إذا أردت إذا أردت هنأضحي إزاي به هنا ف كنعمل نيكست وكنعمل أكاونت سوف نقوم بإيميل وسوف 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 يتفعيل معي هنا البريميوم لأنه يوجد خمسة الأجهزة فهمت ماذا؟ تلك كل شيء من التطبيقات الجميلة جدا لقد كنت تشاهد لا 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 يا حبيبي لا يمكن لا يمكن مشاهدة نفس الاشتراكة في نفس في أربع أجهزة أو في جهازين في نفس الوقت لا يمكن سوى إذا سمح لك صاحب السيرفر وأغلب الاشتراكات ماكسيمون واحد الاقصى اتصال جهاز واحد فقط بالنسبة للشيوخ عندنا كنا نعمل لك واحد الإمكانية جميلة جدا ما غا تسبب لك شي مشكل إلا عرفت تخدم بها ويبقى الحساب ديلك نظيف جدا وما يقدرش تعملوا بان من السيرفر شنا هو كنا نتوكل اشتراك بالنظام الامتريو تعاملوا مثلا في تيفي ميت مثلا بغيتي تيفي ميت هالحل ديال وخمسة ديال الأجهزة وغتتفرج ناضي عندك مثلا تلفزيون اندرويد تسائل عندك تلفزيون اندرويد سوني عندك حساب تيفي ميت عملوا في سوني وفي تسائل وعندك بوكس اندرويد مثلا وعندك فاير تيفي هاو مربعات الأجهزة وعندك الهاتف هاو ما خمسة ياك تضع فيهم نفس الاشتراك ولكن بشرط واحد يكون شغل واحد ما يمكن انت مشغل اللي تسائل وفي نفس الوقت مشغل فاير ستيك على نفس الاشتراك وإلا يجب ان تضع الشرك لكل واحد تطبيق تيفي ميت يسمح لك بأنه يكون في خمسة ديال أجهزة عكس مثلا إيبو بلاير مثلا إيبو بلاير إليها حبيت بأنك تتعمل في عدد من الأجهزة فيلزموك كل تلفزيون تشاري لماك آدرس ديال كل تلفزيون تدفع لماك آدرس بالنسبة مثلا سمارت إي بي تيفي سمارت إي بي تيفي باللون الأحمر لو أحببت يعني تعملوا في خمسة ديال الأجهزة سنعملوا خمسة يورو في خمسة خمسة يورو في خمسة هي خمسة وعشرين يورو هي ميتين وخمسين درهم ويبقى التطبيق ضعيف جدا بعض التطبيقات يكون سعر ديالهم يعني ثمانية يورو مثلا ثمانية تسعة يورو وتسعة في خمسة خمسة وعشرين يورو يعني كتر هذا 350 درهم 345 درهم وهنا باللايف تايم خمسة ديالأجهزة أعملوا فيهم ودعوا الاشتراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر